مو كل واحد يقرر كونتونات بفتح لكم دكاكين عبارة عن حكومات متقابلة هذا يضطل الإيراني وذاك يضطل التركي وذاك يضطل الأمريكي ووصلت البلد لهذه المسارات وأتحدى أحدا منكم أن يقول بملء فمه أهنى وأبارك للطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها المناظلة بعد أن حصل العراق اليوم على لقب دولي جديد وهو تصديف العراق والشعب العراقي من الشعوب الفقيرة ويأتي بالمرتبة 92 وهذا لقب دولي جديد يضاف إلى الألقاب الدولية التي حصدتها هذه الطبقة السياسية الموقرة من عام 2003 ولحد الآن وهذا اللقب أكيد لم يأتي اعتباطا أكيد هناك خطاط وهناك شغول وهناك تعب وهناك سهر لأنه عملية تحويل العراق من بلد غني إلى بلد فقير يعني قضية ليست سهلة هذه الخيرات وهذه الموارد وهذه الإمكانيات العراق يصبح دولة فقيرة قبل قلنا نظام دكتاتوري سلطوي يشتغل لصالحه العراق ملكا له الآن نظام ديمقراطي الولد يشتغلون به عدهم مخافة الله يخافون من المذهب ويخافون من الدين ويخافون من الله شنو اللي صار ليش وصلت إلى هذه النتائج لأن هذه الطبقة شغلها أن توصل هذا البلد لهذا المستوى ومن يختلف مع هذا فليأتي بدليل آخر حسنا عدنا أزمة ثقة بين الشعب وبين القوى السياسية لكن هذه مؤشرات دولية وهذا هو ليس اللقب الوحيد ولذلك تستمر الرحلة نحو المجهول وتتصاعد وتنذر بالخطر لأنه لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين يمكن أن تتجه هذه الأمور لأن هذه القوى السياسية بصمت على هذه الرحلة وغذتها وسارت بأشريعتها نحو المجهول ليش؟ لأن هناك حسابات المصالح على خلاف حسابات الوطن هذه قضية مفروغ منها قوى سياسية هي اعترفت على نفسها أنها قوى فاسدة قبل أن نعترف عليها ولكم في الأدلة ما يكفي لا نأتي بجديد ولكن عندما يصبح السيناريو مفضوحا إلى هذا الحد يعني مرات ودائما توجعنا قلوبنا بعد دمنا في سنجار يعانق الأرض بسبب القصف التركي إلى الآن دماء المصال والبسيار القصف والأتراك على الأرصفة واليوم تمنح العقود إلى الشركات التركية في إعمار مطار الموصل لأنه واحد مليوليادات على المتنفذين كان قد قال قولة شهيرة أنه يجب أن تحظى الشركات التركية بالنصيب الأوفر في إعمار المناطق المحررة ماش؟ ما نختلف على مصالح الدول لكن لما تبيعون دم أهلكم حتى تكسبوا عطف التركي وحتى تكسبوا عطف الإيراني وحتى تكسبوا عطف الأمريكي هذا يؤشر أنكم لستم رجال دولة وبغض النظر أن تكونوا رجال دولة وبخلافه هذا يؤشر أنه لا شرف في هذا العمل على حساب أهلكم وعلى حساب دماء شعوبكم الثروات بيد الدولة هي مصادر قوة تتعامل بها عندما تنتهك حرمة البلد مو كل واحد يقرر كونتونات بفتحي لكم دكاكين ربارة عن حكومات متقابلة هذا يضطل الإيراني وذاك يضطل التركي وذاك يضطل الأمريكي ووصلت البلد لهذه المسارات وأتحدى أحدا منكم أن يقول بملء فمه أين نتجه؟ ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر